موسيقى من أكرانيا نحييكم مشاهدين الكرام من قناة يو اي تي فيا الأكرانية في العاصمة كييف نشرة الأخبار أصحبكم فيها أنا صفوان جولاق والبداية بأبرز العناوين موسيقى على أعتاب مناورات الغرب 2017 طيران استطلاعي أوكراني أمريكي فوق روسيا وبيلاروسيا دولة أوروبية تصادر نصف طن من الذهب الأوكراني المهرب خلال حقبة فيكتوريا نوكوفيج عاصفة ماطرة تضرب وتغرق وتشل مدينة إيفانو فرانكيفسك غرب أوكرانيا أهلا بكم على أعتاب مناورات الغرب 2017 بين روسيا وبيلاروسيا تخطط كل من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجولات طيران استطلاعي فوق أراضي البلدين الطيران الاستطلاعي يأتي في إطار اتفاقية السماء المفتوحة بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البلاروسية التي أكدت أن المناورات تحمل طابعا دفاعيا فقط المناورات تبدأ في روسيا البيضاء في الفترة ما بين الرابع عشر والعشرين من سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يشارك فيها مئتان وثلاثون ألف جندي هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية لا تستبعد أن يكون هدف المناورات الروسية البلاروسية إعداد القوات الروسية لعمليات هجوم ولهذا قامت إدارة حرص الحدود الأوكرانية برفع حالة التأهب والاستعداد والمراقبة في جميع أرجاء البلاد صادرت إحدى دول الاتحاد الأوروبي نصف طن من الذهب الذي تم تهريبه خارج الحدود الأوكرانية خلال حقبة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيش 500 طن 500 كيلوغرام من الذهب سرقت من قبل أناس ينتمون إلى دائرة محيطة بالرئيس الهارب بحسب ما أعلن نائب المدعي العام الأوكراني يفهيني ينين بحسب ينين فإن حجم الضرر الذي سببه يانوكوفيش للبلاد يقدر بنحو 40 مليار دولار وحتى الآن صادرت دول أملاكة وحسابات أناس مقربين من يانوكوفيش بحجم يبلغ 200 مليون دولار البحث عن الأموال المهربة ومحاولات إعادتها لم تتوقف وفق ما أكد نائب المدعي العام ضمان بدء الإصلاحات هي واحدة من أبرز مهام البرلمان الأوكراني وبذها بدأ عمله بعد عطلة الصيف يتجه النواب بشكل رئيس نحو دعم الإصلاحات في القطاعات الصحية والقضائية والتقاعدية بالإضافة إلى مجال التعليم ومجالات أخرى أمامنا مجموعة من الأمور الهامة مثل تلك المتعلقة بانتخاب لجنة المحاسبة وأعضاء جدد في لجنة الانتخابات المركزية ومفوض مسؤول عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى عقبة إقرار الميزانية بأكملها نحن مسؤولون عن كل هذه الأمور في البرلمان وإلى شرق البلاد حيث تشهد منطقة عملية مكافحة الإرهاب تصاعدا لحدة التوتر بعد أيام هدوء نسبية سادت المنطقة المرتزقة الروس قاموا بقصف مواقع القوات الأوكرانية أكثر من أربعين مرة خلال أربع وعشرين ساعة مستخدمين مدافع الهاو وقاذفات القنابل اليدوية والمدافع الرشاشة الثقيلة قيادة عملية مكافحة الإرهاب أعلنت عن استهداف المرتزقة والمسلحين الروس للمواقع الأوكرانية في مارينكا ما أدى إلى إصابة جنديا أوكراني بجروح أسخن المناطق تبقى في محيط مدينة دونيسك المحتلة حيث قصفت أو قصفت المنطقة الصناعية في مدينة أفديفكا وقصفت بلدة مايورسك القريبة من مدينة هورليفكا مجموعات العصابات المخريبة فتحت النار ليلا ونهارا مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية بالقرب من هورليفكا استخدم المسلحون خلال ساعات الليل والنهار أسلحة العربات المدرعة ومع ساعات الفجر قصفوا بمدافع الهون بلدة زايتصفا لمدة 15 دقيقة بهذا يكون العدو قد خرق الهدنة 23 مرة على أقل تقدير مساعدات جديدة من ألمانيا للمتضررين من النزاع في إقليم الدنباس شرق أوكرانيا الحكومة الألمانية ستخص ستة ملايين ونصف المليون يورو بحسب ما أعلنت السفارة الألمانية لدى كييف أموال المساعدات الجديدة ستوجه لدعم المشاريع الإغاثية في إطار عمل منظمة الصليب الأحمر الدولي كمشاريع دعم المشافي والمدنيين بالقرب من خطوط التماس والأسر التي نزحت عن مناطق الخطر والتوتر يذكر أن برلين خصصت أكثر من 26 مليون يورو كمساعدات لأوكرانيا منذ بداية العام الجاري في تصنيفها الجديد رفعت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الاعتماني مستويات كل من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرق البلاد التصنيف الجديد رفع المدينتين من مستوى الاستقرار إلى مستوى الإيجاب وهو يأتي بعد رفع مستوى أوكرانيا عموما في تصنيفات المؤسسة وبحسب المؤسسة فإن رفع مستويات المدينتين جاء نتيجة للإصلاحات الجذرية التي شهدتها حيث زاد الاحتياطي النقدي فيها بنحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2014 وكانت المؤسسة قد رفعت التصنيف العام لأوكرانيا مؤخرا من المستوى السلبي الذي كان عليه الحال في العام 2015 إلى المستوى الإيجابي في أغسطس الماضي سقطت أمتار غزيرة على مدينة إيفون فرانكيفس غرب أوكرانيا وارتفع منسوب المياه فيها إلى نحو متر ونصف المتر مركز المدينة غرق بالمياه وتحولت الشوارع إلى أنهار خاصة أن قنوات الصرف لم تستوعب كميات المياه التي فاجأت المدينة حركة السير توقفت في عديد المناطق بسبب الفيضانات وتعطل الكثير من المركبات وأغرقت المياه عشرات البيوت والمحلات التجارية خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون استمرار الأمطار دون الوصول إلى حالة الإغراق التي ضربت وفاجأت المدينة أيام حافلة بالبرامج والنشاطات عاشها مسلمو أوكرانيا خلال عيد الأضحى المبارك الألاف توافدوا للصلاة في مساجد البلاد ومراكزها الثقافية الإسلامية والاستماع لخطبة العيد التي هنأت المصلين وحثتهم على التمسك بحب الوطن إلى جانب الدين وبعد تبادل التهاني كان الكبار والصغار على موعد مع الكثير من الفعاليات والألعاب الترفيهية التي استهدفت قلوب الأطفال بالفرحة في حين كان الشباب يؤدون الرقصات الشعبية مئات الأضاحي قدمت ووزعت أيضا على عامة المسلمين وفقرائهم خلال أيام العيد في هذا العام الذي يحج فيه إلى الأراضي المقدسة نحو 150 حاجا من أوكرانيا عيد الأطحى المبارك هو أعظم مناسبة دينية يحتفل فيها عموم المسلمين في أوكرانيا والعالم فرح غامر أشعر به اليوم وأنا تشارك فرحة العيد مع الإخوة والأخوات فنحن وطوال حقبة الاتحاد السوفيتي البائد حرمنا من إحياء هذا العيد وسواه من الشعائر واليوم عادت الناس إلى ممارسة التقاليد الدينية والتقوص الروحية وهاهم ومعهم أطفالهم يأتون إلى المساجد ويعيشون بهجة العيد وأفراحة نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة يواتي في الأوكرانية في العاصمة كييف مشاهدين شكرا لكم تابعونا على الشاشة فيسبوك يوتيوب وتويتر في أمان الله اشتركوا في القناة